رفضت منظمة الحج والزيارة الإيرانية توقيع على محضر إنهاء ترتيب قدوم حجاجهم لهذا العام وقالت وزارة الحج والعمرة في المملكة في بيان لها إن الوفد الإيراني طلب مغادرة البلاد بعد المحادثات وامتنع عن التوقيع على ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين وأشرت الوزارة إلى أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية تتحمل أمام الله ثم أمام شعبها مسؤولية عدم قدرة مواطنيها على أداء مناسك الحج لهذا العام بعد امتناعها على التوقيع كما شدد البيان على رفض المملكة القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين ومعنا من الرياض مراسلنا حمد المحمود حمد ما مبررات الوفد الإيراني من عدم التوقيع على هذه المذكرة سامي لا مبررات للوفد الذي أتى من منظمة الحج والزيارة الإيرانية دعني أذكر لك التفاصيل كاملة لهذا الوفد الذي طلب الزيارة والحضور المملكة العربية السعودية بعد أن أصدرت إيران بيان ثم تلا ذلك بيان من وزارة الحج والعمرات تلقت السلطات السعودية رغبة من منظمة الحج والزيارة الإيرانية بالتوقيع على المحضر الذي رفضوا توقيعه في البداية قدمت لهم التسهيلات من وزارة الحج والعمرات تم استضافة هذا الوفد الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة تم تقديم لهم كافة التسهيلات ذهبوا لأداء العمرات بعد ذلك كان يوم الإربعاء والخميس أمس وقبل أمس اجتماعات ما بين الوفد الإيراني ووفد وزارة الحج والعمرات كان هناك اتفاقا شفهيا ما بين الطرفين على الثلاث نقاط التي أبدأ الوفد الإيراني تحفظوا عليها وهي نقل الحجاج وتم الاتفاق على أن يكون نقل الحجاج مناصفة ما بين الناقل الرسمي السعودي والإيراني إضافة لذلك إصدار التأشيرات الإلكترونية والبند الثالث وهو أن تكون السفارة السويسرية راعية لمصالح الحجاج الإيرانيين تم الاتفاق على ذلك من قبل الطرفين كان من المفترض أن يتم التوقيع نهار هذا اليوم يوم الجمعة لتتفاجأ وزارة الحج والعمر السعودية صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم بأن يتم تبليغها من قبل منظمة الحج والعمر الإيرانية برفض هذا التوقيع بعد أن كان متفقا عليه عصر هذا اليوم غادرت البعثة الخاصة بمنظمة الحج والعمر الإيرانية دون التوقيع وحسب الأنباء أنه تم توجيهات سياسية إيرانية لهذا الوفد بعدم التوقيع وزارة الحج والعمر السعودية انتظرت وارتأت لا تصدر هذا البيان حتى آخر لحظة لربما يتم تغيير وجهة نظر الجانب الإيراني حتى غادر الوفد الخاص بمنظمة الحج والعمر أصدرت وزارة الحج والعمر السعودية هذا البيان وشددت على أن وزارة الحج والعمر شددت أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية تتحمل عدم حضور الحجاج لأداء حج هذا العام وأيضا ترفض السعودية رفضا قاطعا تسييس الحج مثل ما تحاول إيران جاهدة لهذا الملف منذ شهرين حمد هل فهمتم أن هذا القرار نهائي لا رجعته فيه وبالتالي لا نتوقع وصول حجاج من إيران الأمر سامي حسب ما ذكرت وزارة الحج في بيانها السابق وهذا البيان متروك للنظام الإيراني ممثلا في منظمات الحج والعمراء السعودية مثل ما ذكروا في هذا البيان وزارة الحج والعمراء بأن حسب توجيهات الملك سلمان العزب أنها ترحب بالجميع بأن يحضر إلى الحج ولكن وفق أطر وسياسات يتم تعميمها على الجميع متى ما رغب النظام الإيراني بأن يأتي حجاج إلى السعودية فيوقع على هذا المحضر بعد ذلك يتم قدوم الحجاج والمتوقع حسب ما هو معتاد من النظام الإيراني بالتلاعب والأخذ والرد في مثل هذه الأمور متوقع أن يحضر هذا الوفد مرة ثانية وثالثة إلى السعودية مرسلنا حمد المحمود من الرياض